ده المسلسل بين سنة 1916 و1970 وتحديدا في مدينة نورس كارولينا وبنشوف وقتها ليفيا وهي قاعدة في بيتها مع ابنها الصغير تشيستر وفجأة بتلاقي الكلب بتاعها خرج من البيت ولما بتروح وراه بتلاقي واقف مع ستة عجوزة ولكنها بتكون غربة الاطوار وتصرفاتها فيها لقمه ونظراتها مريبة وبتغني اغنية فيها تريع على اصحاب البشرة الصمرة وده بيداي الليفيا لانها من اصحاب البشرة الصمرة هي وكل قلتها ولما بتسمع الست صوت تشيستر وهو بيعيط بتكون عايزة تدخل البيت وتاخده من ليفيا فبتزع لها ليفيا وهي خايفة جدا وبتطلب منها تمشي من قدام بيتها وبتدخل ليفيا للبيت وبتحضن ابنها وهي متوترة وخايفة وبعد فترة من السنين بنشوف ساعتها ليفيا في عربيتها مع جوزة هنري بناتها الاتنين روبي وجريسي وبنعرف انهم رايحين يسكونوا في مدينة جديدة في كاليفورنيا وبتبقى روبي قال انا شوية انهم ميلقوش ناس شباههم وبنفهم ان قصدها انهم يكونوا من اصحاب البشرة الصمرة زيهم وده لان في الوقت الحالي في حوالي 6 مليون امريكي من اصول افريقية هجروا من الجنوب للشمال الشرقي وتعرف ده ساعتها باسم الهجرة الكبرى للأسر السودة لانهم بيحاولوا يهربوا من قرارات جيم كرو العنصرية ضدهم في الجنوب وبعد الحادثة المأساوية اللي حصلت لليفيا وبنها قرر هينري وليفيا نوم يسيبوا نورس كارولينا في الجنوب ويروحوا لكاليفورنيا وتحديدا لحاي كومبتون وبعدها في حاي كومبتون بنشوف بيتي وهي في بيتها وفجأة بتلاقي هينري من مكتب العقارات خلاص باعت البيت اللي قدامها وبتشيل اليافطة من عليه وبتخرج وقتها بيتي بفضول عشان تسألها من اللي اشترى البيت فبتقول لها هينري انهم عيلة وعندهم بنتين وبيكون كل الجران في الوقت ده تجمعوا لان عندهم نفس الفضول اللي عند بيتي ولما بيوصل هنا روالته للبيت اللي اشتروا بيلحظوا ان كل اهالي الحي بيبصوا عليهم باستغرابه دي حتى الاطفال الصغيرين بيبصوا عليهم وما متضايقين من وجودهم وسطهم وبتتصل في نفس اللحظة دي ببيتي ميت جاريتها وبتعرفها نلجران الجدد من اصحاب البشرة السامرة فبتتصلم بيتي جدا وبتطلع تبص عليهم هي وجرانها وياف قمة غضبهم وصدمتهم وساعتها بتشوفهم ليفيا وبتتدايق لكن بيتي بتسلم عليها من بيدوها مبتسمة ابتسمة غريبة ومريبة وبتدخل بيتي بعدها البيتها ويمتعصبة وفي الوقت ده بيكون هيناري وعيلته في بيتهم الجديد بيتفرجوا عليه مع هيلين ووقت توقيع عقد البيع بتلاحظ ليفيا باند في العقد غريب جدا وهو ان ممنوع بيع اي بيت في الحي لأي شخص من اصحاب البشرة السامرة فبتقولها هيلين ان الكلام ده كان زمان وبيتكتب في الورق وبس وممكن يشخبطوا عليه عادي لانه باند غير مهم والمهم دلوقتي ان البيت بقى ملكهم لكن ليفيا بتكون متدايقة من هيناري عشان ما قالهاش ان الحي رافض يسكن اصحاب البشرة السامرة وبتشوف بعدها من الشباك اهالي الحي هم متجمعين وبيتكلموا مع بعض عليهم وده بيخليها قلقانة جدا وخايفة وبالليل بيصحى هيناري من النوم وبيلاقي ليفيا لسه صحية ومش عارفة تنام وفي ايديها مسدس عشان تأمن نفسها وتأمنهم به فبيطمنها هيناري ان محدش هيقرب منهم وتاني يوم الصبح بيلاقي هيناري بيتي وباي الجرين جايبين كراسي وقاعدين فوسط الشارع قدام بيتهم ومعهم تسجيل ومشغالين عليه اغاني بسوط عليه جدا وبيروح هيناري للمصنع اللي يشتغل فيه لكن موظفة الاستقبال بتفتكروا عمل نظافها بسبب لونه فبيعرفها انه هنا عشان يقابل مدير المصنع لانه جاي يشتغل في قسم الهندسة فبيجي شخص اسمه كالفين من اصحاب البشرة الصمرة هو كمان وبياخد هيناري عشان يوصلوا لقسم الهندسة ولما بيعرف كالفين ان هيناري سكن مع عيلته في حي كومبتون بيحذروا من الناس اللي فيه لانهم عنصرين جدا ضد اصحاب البشرة الصمرة وفي مرة جننوا رجله ومراته صمر عشان يخلهم يمشوا من الحي ولما بيوصل هيناري للمكتبه وبيلاقي برضو كل زميله بيبصروا باستغراب لكنه بيتجهلهم ومش بيركز معهم وفي البيت بتدخل ليفيا على بنتها جريسي وهي بتلعب فبتقولها جريسي وقتها انها عايزة تروح للمدرسة زي روبي وبتقرر تغني لها اغنية حفظتها واول ما جريسي بتغني الاغنية بتنهر ليفيا تماما وبتزعق لجريسي ساعتها جامد بسبب الاغنية دي لان دي نفس الاغنية اللي كانت السات العجوزة بتغنيها فبتقولها جريسي النيفيرا هي اللي علمتها الاغنية دي لكن ليفيا بتعرفها النيفيرا مجرد شخصية خيالية في دماغها وبتطلب منها ما تغنيش الاغنية دي تاني وبالليل بيتجمع الجران كلهم مع بعض وبيتفقوا انهم يحطوا خطة عشان يخلوا هنا روالته ويمشوا من الحي فبتلاحظ بيتي وقتها ان ميتج مش مهتمة بالموضوع ده وكانها موافقة على وجود اصحاب البشرة الصمرة في الحي وبعدها بشوية بيكون الكل نايم وبتسحى جريسي ساعتها من النوم وبتلاقي الكلب مش مووت جنبها فبتقوم تدور عليه في كل مكان في الشقة وفجأة بتلاقي في البيت ست مخيفة طويلة جدا وبتقرب منها وبتخنقها وتانيوم الصبح بتروح ليفيا تصحي البنات من النوم ووقتها بتشوف رأى بيت جريسي متخربشة فبتخاف جدا وبتنهار وبتسألها مين اللي عمل فيها كده فبترد عليها جريسي وبتقولها ان فيرا الشريرة اللي عملت كده واخدت الكلب بتاعهم كمان فبيترعب هنري وقتها وبيفتش البيت كله عشان يشوف فعلا في حد دخل البيت بالليل ولا لا وساعتها بيلاقي باب القبو مفتوح وبيشوف الكلب مقتول فيه وده بيخلي ليفيا تنهار تماما وبتاخد المسدس وبتخرج للشارع وبتسرخ وبتزعق وياه بتهدد كل أهالي الحي وفي نفس الوقت ده بيكون أهالي الحي مصدومين من اللي ليفيا بتعمله وبنرجع بالزمن لسنة 1946 في نورس كارولينا وبيبقى وقتها روبي طفلة صغيرة وليفيا حامل في جريسي لكن هنري بيكون وقتها مضطرب نفسان جدا وعصبي بشكل حاد ولما بتعود ليفيا مع الوحدهم بيحكي لها كل اللي حصله فيه في الجيش هو وزميله اللي كانوا من أصحاب البشر الصمرة وانهم كانوا بيجربوا عليهم كل أنواع الغازات قبل ما يضربوها على الألمان وما كانواش وقت الحرب بيسمحونهم يستخدموا السلاح لانهم كانوا شايفينهم غير مؤهلين ولكن في الواقع كانوا شايفين أن الصمر مجرد فقران تجارب وبس ومش جنود فبتحاول ساعتها ليفيا النات هديه وتهون عليه اللي حصل وبالليل بيليه هنري كلب صغير بيخربش الباب فبيقرر يدخلوا البيت وياخدوا يربوه وبنرجع للوقت الحاضر وبيبقى الشرطة وقتها وصلت الحي وبيخبطوا الباب على بيت هنري وبيكون هنري وعائلته خايفين جدا وهو بيخب المسدس وبيطلب من ليفيا تهدى وبيروح بعدها يفتح الباب فبيهيجي مع البيت الشرطيين وبيقولوا لهنري وليفيا أن الجرانهم بلغوا عنهم عشان بيهددهم بالمسدس وبيمسك واحد من الشرطين سورة ليفيا مع ابنها تشيستر وفي اللحظة دي بتتعصب جريسي عليه جدا عشان مسك سورة أخوها الصغير وفي الوقت ده بتروح بيتي تتكلم مع الشرطي اللي وايف قدام بيت هنري وبيكون اسم سرجنت وبتستغرب انهم ما قبضوش على ليفيا وهنري لسه فبيرد عليها سرجنت وبيقولها ان ما حصلش اي مشكلة منهم عشان يقبض عليهم حتى مفيش طلقة رصاصة واحدة تضربت في الهواء والشرطة مش بتقبض على حد بسبب خف الناس منه ومش يقدر ياخد ضدهم اي اجراء الا لو حصل شيء مالموس يتعقبوا عليه وبيدخل بعدها سرجنت البيت هنري وليفيا وبينزل القبو مع هنري عشان يشوف الكلب المقتول فبيقولوا انه ممكن يكون الناس اللي كانوا قاعدين في البيت قابله كانوا رشين سم عشان الفران والحيوانات وممكن الكلب يكونوا تأثر بالسم ده ووقتها بتقول جريسي للشرطة التانية ان فيرا الشريرة هي اللي قتلت الكلب فبيستغرب من كلامها وبيفتكر انها بتألف قصة لكن ليفيا بتوري رقبت جريسي عشان يشوف بنفسه الخربيش فبتتصدم لما فيش اي حاجة فرقبت جريسي والخربيش كلها اختفت تماما ولما بيمشي الشرطين بيتفن هنري الكلب في الجنينة وبتتخانق ليفيا مع هنري عشان ما قالش للشرطين اللي حصل فبيعرفها انهم ما كانوش هيصدقوهم لان فيرا مجرد صديقة وهمية لبنتهم ومش موجودة في الحقيقة وما ينفعش يقولوا للناس ان الصديقة الوهمية قتلت الكلب بتاعهم وبعدها بيوصل هنري روبي لمدرساتها فبتسألوا اذا كانت مامتها مجنونة لان اللي حصل الصبح مش طبيعي وازاي تمسك مسدس وتهدد بالجران فبيرد عليها هنري وبيقولها ان مامتها بتمر بوقت صعب ولازم يكونوا جنبها ويسندوها وفي البيت بتكون ليفيا مع جريسي وبينزلوا سوا للقبو عشان يقفلوا كويس وساعتها بتلاقي ليفيا شباك مش شبابيك مش مقفول وعايز تصلح فبتقول لي جريسي ان اكيد اللي دخل البيت بالليل دخل مش شباك ده لكن جريسي بتقول لها نيفيرا موجودة دلوقتي معهم في القبو فبتدق ليفيا وقتها وبتقول لي جريسي ان ليفيرا مش حقيقة وموجودة في خيالها وبس فبتعرفها جريسي ان ليفيرا دلوقتي بتبص عليها وبتكون مستغربة زي ما متها مش شايفها زيها خصوصا ان ريحتها بينا جدا فبتقلق ليفيا وبتخاف وبتسألها ريحتها عاملة زي فبتقولها جريسي ان ريحتها زي ريحت الحيوان الميت وهنا بتترعب ليفيا جدا لانها فعلا شم ريحة بشعة وكأنها ريحة حيوان ميت لغير احساسا في حد واقف قدامها بالضبط لكنها مش شايفها وفجأة في نفس اللحظة دي الشباك بيتفتح لوحده فبتخاف ليفيا جدا وبتاخد جريسي وبيطلعهم القبو بسرعة وبتتكلم معها بعدها وبتعرفها نها مصدقها لكن بتطلب منها توعدها نها ما تحكيش لبابها اللي حصل دلوقتي فبتقولها جريسي ان البيت ده مش حلو ومن ساعة ما سكنه فيه هي بتشوف فيرها شريرة وبتظهر لها بشكل مخيف ومؤذي وخايفة تعمل فيها زي ما عملت في الكلب فبتطمنها ليفيا ده مش هيحصل وانها تحميها من اي حاجة وفي الوقت ده بتكون بيتي عند ميجي في البيت وبتحاول تقنعها انها لازم تشارك معهم في طرد الجران الصمرة من الحي وبتوريها الجرائد بتكتبها عن اصحاب البشرة الصمرة ونوم خطر على اي مكان فبتفاجئها ميجين هي ودايل جزها قراروا ينقله ودايل قال لكلارك جزها مبرح القرار ده فبتتصدم بيتي لان كلارك مقالاش اي حاجة وبتدق جدا بسبب الخبر ده وبتبتسم ابتسامة مليانة بالغضب والحقد وفي المدرسة بتعني روبي من نظرات زميلها ليها وفي الفصل الكل بيسخر منها وبيقولولها انها شبع الشمبانزي وده بيخالها تعيط وتنهار وبتديها لمدرسة مزاكرة اقاب عشان بتتسبب في مدايقة زميلها في الفصل وفي غرفة الاقاب بيكون قاعد جنب روبي بنت اسمها دوريس وبتتعرف على روبي وبتبقى لطيفة معها وبتقولها انها اول مرة تشوف بنت صمرة حلوة زيها وبعدها بتكون ليفيا في السوبر ماركت وبتقرر تشتري فاس اما هنا ريفا بيعاني في الشغل من هلاوس وبيشوف شخص بيتحرق بسبب الغاز وبنفهم وقتها انه لسه بيعاني من المأساة اللي عاشها هو في الجيش وبليل بتقعد بيتي مع كلارك جوزها بتعرفوا انها متضايقة من ميجي عشان هيسيبوا بيتهم والحي وهيمشوا وكل ده بسبب جرانهم الصمر وبدل ما تحارب معهم هي وديل في تردهم الحي قراروا يهربوا ويبعدوا وبعدها بتجيب سكر وبتحطوا في تنك البنزين بتعربيت دايل وفي الوقت ده بيكون هنا ريقاعد معايلته على الصفرة وبياكل فطرة التوت بشارها هو منهار لانها بتفكروا بالفترة اللي كان راجع فيها لسه من الجيش وبتخاف ليفيا وروبي وقتها عليه وبيفتكر موت الكلب ودفنه ليه وفي الاسناء دي بيظهر دم في المكان اللي الكلب مدفون فيه وتانيوم الصبح بتلاقي ليفيا بناتها الاتنين مش في قضيتهم وبتعرف بعدها ان هيناري اخدهم وخرجوا ولما بتيجي تنشر الغسيل بتلاقي طفل زغير بيوسخولها فبتجري وراه بالعصائف الشارع وكل اهل الحي بيبصلوا على ساعتها بعصبية وكر ووقتها بيكون هيناري في محل بيع الاجهزة الكهربائية وبيقرر يشتري تلفزيون لولاده عشان يسليهم وبيشوف ساعتها على التلفزيون برنامج ساخر شغال بيترياء فيه على اصحاب البشرة الصمرة وبيرجع هيناري والبنات للبيت وبيكونوا فرحانين جدا بالتلفزيون لكن وقتها عمل التوصيل اللي بيكون اسمر زيهم بيقول لهنري انه لازم ياخد حذره وقصرته من الحي اللي هو عيش فيه وبعدها بتكون بيتي قاعدة مع واحد من اهل الحي اسمه جورج وبيبان في بينهم علاقة وبيهرد عليها انها تروح له مزرعته فبتعرفوا انه صعب على ستة متجوزة زيها انها تروح للراجل واحد مزرعته وتقعد معاه فبيرد عليها جورج وبيفاهمها انه كان قصده تزوره هي وكلارك وبعدها بتكون بيتي مجمعة الجران عندها في البيت وساعتها بتكتشف انهما كمان بيفكروا يمشوا من الحي بسبب الجران الصمر فبتدق بيتي جدا وبتعرفوا ان كلارك قرر يكتمع برجالة الحي عشان يشوفوا حل يطردوا بالعيلة دي من الحي بتاعهم وفي نفس اللحظة دي بيكون كلارك مع ايرل ومارتي اللي سكنت في الحي وبيدايقوا هنري بالكلام اللي بيكون وقتها بيركب الدش بتاع التلفزيون فبيهددهم هنري ساعتها وبيحاول كلارك انه يهدي ايرل ومارتي وبيعرفوا من الموضوع يتحالي بالكلام فبيخافوا وقتها لان هنري بيكون متعصب جدا وبيقرروا انهم يتراجوا عن اللي بيعملوهم وفي الوقت ده بتكون ليفيا عند هازل في البيت اللي بنعرف ان هنري يبقى بنعمها وبترحب بيها جدا هي وكل اصحابها واسرتها الاناكة توحشهم جدا وبتشكرهم على ترحبهم بيها لانها من فترة طويلة ما حستش بالجو والاسري ده وبعد شوية بتحس ليفيا انها مش كويسة وبتقرر تمشي بسرعة وترجع البيت وبيبقى اهالي الحي في الاجتماع لنظامه كلارك ولما بيتاخر على الاجتماع بيقرر مارتي انه يتكلم بداله فبتتدائق بيتي ساعتها جدا وبيحكي مارتي انه راح مع ايرلو كلارك الهنري الاصمر وهددونه لازم يمشي في اسرع وقت هو وعيلته وبينبه الكل انه لازم يتعاملوا بهدوء وصبر فبتقطعوا بيتبع عصبية وبتتكلم وبتقولوا الكل ان بابها واجدادها كانوا بيبنوا العالم وبيتطوروا في حين انه السمر كانوا مجرد عبيده وخدم ليهم ودلوقت عايزين يشاركوهم للعالم اللي هما صنعوه تعبوا فيه ويعيشوا زيهم ويسكنوا كمان في الاحياء بتاعتهم وبتوصفهم انهم زي العفن لو صبروا عليهم هينتشروا وساعتها مش هيكون للبيد مكان بعد غزو الصمر وبتطلب من الكل انهم يبدأوا حالا وفي اسرع وقت يخططوا لطرد الصمر من الحي بتاعهم وفي نفس اللحظة دي بيسقف الكل البيتي وبيوافقوها على كلامها وفي الاسناء دي بتكون ليفيا في الباص وفجأة بتلاقي كل اللي في الباص اختفوا وبتتخال وقتها ان فيه شخص غريب ومرعب لابس طائية وبيلحقها ولما بتحاول تنزل من الاوتوبيز بتلاقي حد بيشدها وبيوقع على الارض فبتنهره بتسرخ وفجأة بتلاقي سواء الميكروباس بيزعق لها وبيقولها انه هيطلب الشرطة وبعدها بيوصل الشرطي سرجنت وبيكون معا ليفيا في العربية وبيتكلم معا وبيعرفها نسلكة غريب وكده هيبدأ ينحاز لسكان الحي وانها لو عايزة اهلي الحية تقبلوها لازم يحسوا بالامان من ناحيتها وبيسيبها ساعتها تنزل من العربية عشان ترجع البيت من غير ما يحبسها او يعقبها ولما بترجع ليفيا للبيت بتحكي لهيناري وهي منهارة عن اللي حصل معا في الباص فبيحاول هيناري يهديها وبيقولها انها لازم تتخطى اللي حصل لابنهم لكن ليفيا بتقولوا ان المكان هنا في حاجة غريبة ومشطبيعية وبتطلب منه يصدقها وبعدها بتسيبه وبتدخل قضتها وفي الاسناء دي بيجمع كلارك كل رجال الحي قدام بيت هيناري وبيغرقوا الجنينة جايزة على شكل كلمة جنة الزنوج وبيولعوا فيها كون ساعتها كلارك مدام اللي بيحصل لانه مخصوب عليه اما بيتي فبتكون فرحانة باللي بيحصل وتاني يوم الصبح بيلاقي هيناري واخارج من بيته عرايس سامرة كتير مشنوقة في الجنينة بتاعته فبيدخل للبيت تاني عشان يلحق روبي وجريسي قبل ما يخرجوا وفي نفس اللاحظة دي بتتصدم ليفيا لما بتشوف العرايس المشنوعة من الشباك وبيتكلم هنا رواقتها مع روبي وجريسي وبيعرفوا من الناس المريضة والمجانين محدش بيديهم اي اهتمام وبيتجهلهم وده اللي لازم يعملوه دلوقتي هم خارجين من البيت وبيفتح باب البيت وبيركبهم العربية وبيحاولوا انه يهدي ليفيا عشان متعصبة جدا وبيقولها انهم قدامهم دلوقتي تلات خيارات اول واحد انه يجيب المسدس ويقيت الكل اللي في الحي وساعتها يدخل السجن وهياخدوا منهم بناتهم تاني خيار هو انه ميروحش الشغل والبنات ميروحوش المدرسة ويفضلهم محبوسين وخايفين يخرجوا من البيت والتالت هو انهم يتجهلوا اي حاجة تتعمل فيهم وبيعرفها ان اخر خيار هو الصح فبتهدى ليفيا وقتها واول ما بيمشي هنري بتشوف بيتي واقفة وبتبصلها ويبتتحك فبتروح لها وبتتخاني معيها لكن بيتي بتقولان هي وعليتها غير مرغوب فيهم في الحي ولازم تاخدهم وتمشي لو خايفة على نفسها وعيالهم فبتتحدها ليفيا وبتعرف انها تفضل في بيتها وبتهددها انها تقرب منها او من عيلتها وبعدها بتروح ليفيا المكتب الشهر العقاري وبتقابل هيلين عشان يرجعوا البيت وياخدوا فلوسهم لكن هيلين بتعرف ان ده ما ينفعش وقد ايه هي جريئة واقحة وبتقولوا انها محتاجة ليوم تبعت فيها عن كل حاجة فبيعرفها انه جنبها وتقدر تجيله وتلجأ له في اي وقت وفي المدرسة بتكون روبي قاعدة لوحدها وبتيجي ساعتها دوريس وبتطلب منها تمشي معها عشان عايزة توريها حاجة فبتوافق روبي وبتمشي معها وبتاخدها للمستودع الخاص بالمدرسة عشان توريها اتنين من زمائلهم وهم مع بعض في وضع مخل عشان يلعبوا بأعصابهم ويخوفوهم وساعتها بتفرح روبي وبتتحك من منظرهم وهم خايفين وبيجري روبي ودوريس وبيستخبوا في قط الخزين ووقتها بتحط دوريس لروبي ميكياج وبتقولها انها جميلة ولازم تزر جمالها وفجأة بيدخل عليهم عامل النظافة وبيخرج روبي من القوضة والمفاجأ ان روبي اصلا بتكون لوحدها في القوضة ودوريس ملاش وجود وبينشوفها ويا شكلها مخيف جدا وفي الوقت ده بتكون ليفيا عند واحدة من سكان الحياة اسمها جونسون اللي اكتشفت بالصدفة انها من اصحاب البشرة الصمرة وطول الوقت مستخبية عشان خايفها تخرج من البيت فبتحكي لها جونسون انها عنت كتير وعدت عليها ايام ما كانتش بتنام ولا بتاكل فيها من خوفها على ولادها بسبب التهديدات والحياة للقزرة اللي عملوها معهم اقل الحي ومن الراجل المخيف اللي لابس طاقية فبتتصدم ليفيا ساعتها وبتخاف لان جونسون بتشوف نفس الراجل اللي شافته في البوس وبتكمل جونسون كلامها وبتقول ان الراجل صاحب الطاقية عرفها تعمليه عشان تكون محبوبة ومحدش يدايقها تاني هي ولادها وقال لها انها لازم تكون نظيفة وتنظف نفسها وعشان كده بتستحمى في اليوم اكتر من عشر مرات وبتفرق جسمها بليفة بكل قوتها عشان جلدها يكون ابيض ونضيف زيهم وفي نفس اللحظة دي بتكون ليفيا منهرة من اللي بتسمعه ومش مصدق الحالة اللي وصلت لها جونسون وفجأة بيزهر رونالد زوج جونسون اللي بتصدم ليفيا لما بتلايها رجليه مقطوع فبتسأل جونسون عن ولادها وفجأة جرس الفرن بيرن فبتقولها جونسون وهي مبتسمة ان ولادها خلاص بقوا جاهزين وبتسيبها وبتروح للمبخ فبتروح ليفيا وراه هي مرعوبة وبتلاقي المبخ كله دم وبتطلع جونسون ساعتها ولادها من الفرن بعد ما شاوتهم وبتنهر ليفيا من الصدمة وبتجري بسرعة وبتخرج من البيت وفي الوقت ده بيكون هنا في حفلة خاصة بالمصنع اللي شغل فيه وساعتها بيجي وبيطلب منه انه يمشي قبل ما صاحب المصنع يشوفه لانه ما قالوش انه من ضمن فرق المهندسين اللي شغلين عن مشروع واحد من اصحاب البشرة الصمرة فبيداء هنري وقتها وبيقرر يروح لصطوت ويتعرف عليه بنفسه وبيتكلم مع صطوته بيعرف انه شغل في مصنعه مهندس وانه باخد شهادات من جامعة كبيرة فبيحب صطوت زكاء هنري وقتها وساعتها بتكون بيتي عند بيت اهلها اللي بيباني عليهم انهم مدائين منها عشان بقى لاكتر من سبع سنين اللي بتزورهم ولا بتكلمهم خصوصا لما بيعرفوا انها جاي عشان تاخد منهم مبلغ مالك بير يعني زيارتها زيارة مصلحة كالعيدة فبيصر بابها انها تقضي معهم الليلة الاول قبل ما تاخد منه شيك وبتضطر بيت انها تسمع كلامه لكن فجأة وهي قعدة في قدتها بتنهر وبتعيط وبتجري برا بيت اهلها ولما بيرجع هنري للبيت بيلاقي ليفيا خايفة ومنهارة وبتخلي روبي وجريسي يركبه له عربية وبتقوله انه لازم يجي معها دلوقتي لبيت جونسون ولما بيروحوا للبيت بتستعرب جونسون من وجودهم ومن انهيار ليفيا الغير مفهوم وبتهجم ليفيا عالبيت عشان توري هنري اللي جونسون عملته في ولادها لكنها بتلاقي المطبخ نظيف ومفوش اي حاجة فبتسأل جونسون ولادها فين فبتقول لها ان ولادها عند عامتهم الليلة وجوزها قايد ومش بيتكلم من ساعة ما رجع من الحرب وفي اللحظة دي بياخد هنري ليفيا وبيرجعوا لبيتهم وبنرجع بالزمن للوقت اللي جونسون ورونالد وصلوا فيه للكاليفورنيا وتحديداً لحاي كومبتون وبيكونوا في المكتب العقاري عند هيلين عشان يشتروا البيت اللي عرضته عليهم وساعتها بتاخد جونسون بالها من البند اللي في العقد المكتوب انه ممنوع يعيش في الحقيقة اي شخص من اصحاب البشرة الصامرة فبتطمنها هيلين ان البند ده قديم ومالوش لازمة وسهل جداً يشتبوا من العقد لان العالم دلوقتي تغير وتقدم فبيمدي رونالد العقد وبيشتري البيت بضمان قرد كبير من البنك هيلين متعاونة مع الشورتي سرجنت في النصب على اصحاب البشرة الصامرة وتبيع لهم البيت وتخليهم ياخدوا قرود من البنك عشان يكسبوا من وراهم فلوس اكتر ولما بتركب هيلين عربيتها بيهجم عليها واحد من اهل الحي وبيهددها انها تخلي اي عيلة من اصحاب البشرة الصامرة يسكنوا في الحي بتاعهم وبعدها بنرجع بالزمن للوقت اللي كانت ليفيا فيه في بيتها مع ابنها تشستر في نورس كارولينا وتحديداً في الوقت اللي شافت فيه الست العجوزة قدام بيتها وبتكون ساعتها بتغني اغنية عنصرية ضد اصحاب البشرة الصامرة ولما بتسمع صوت تشستر بيعيط بتطلب من ليفيا تاخد ابنها فبتخاف ليفيا وبتدخل البيت بسرعة وفجأة بتشوف من الشباك مجموعة من الرجالة جايين على البيت وبيكسروا الشباك وبيدخلوا البيت فبتخبي ليفيا ابنها في القوضة وبتقفل عليه لكن في نفس اللحظة دي بيهجم علي ليفيا الرجالة وبيعتدوا عليها وبتاخد الست العجوزة تشستر من القوضة اللي ليفيا خبته فيها وبتحطه في كيس المخدة وبتلعب بيه هي واللي معها كأنه كورة لحد ما الطفل بيموت جوا كيس المخدة وبعدها بيمشي كلهم من البيت وبنشوف ليفيا وهنري هما في جناس ابنهم وبيتفنوه هما مصدومين وبتكون ليفيا وقتها مصدومة ومنهارا نيار شديد وبتضرب واحدة من اللي جايين يعزوها بالقلم لمجرد انها عزتها في موت ابنها وبتعدى الايام وليفيا سكتة مبتتكلمش وبيبقى تصرفاتها غريبة جدا لدرجة ان الجريسي وروبي بيخافوا منها وبيحاول هينري انه يهدي ولاده ويطمنهم وفي يوم بالليل بيشوف هينري ليفيا ويمسكا كيس المخدة اللي مات ابنها فيه وقعدة بتعياد بنيار شديد وبعد فترة بيقرر هينري ان يروح لكاليفورنيا ويمشي من نورس كارولينا لكن ليفيا بتكون رفضة تسيب البيت اللي عاشت فيه مع ابنها فبيحاول هينري يفاهم ان عندهم بنتين محتاجينهم ومحتاجين لوجود مامتهم معهم وجنبهم وبنرجع للوقت الحاضر ووقتها بتصحى ليفيا من انهم مغضودة بسبب انها حلمت انها بتقتل روبي بنتها بالفاس وبايدها بتترعش وفي نفس الوقت ده بتكون ليفيا بتصرح شعر جريسي بنتها وبتسخن مكوت الشعر عشان تكوي لجريسي شعرها وبتتخيل نفسها وتحرقها وفجأة بتفوق على صرخ جريسي لانها لساعتها في رقبتها لسعة كبيرة ولما بيروح هينري لشغله وبيعقبه ستوريته وبيفصله من الشغل عشان زيموله وماشتغلش هو ومعملش شغل ومكانه وبيتري عليه بسبب بشرته الصمرة وبيفضل هينري يمسك اعصابه عشان ما يتهورش ويعمل حاجة يندم عليها وفي الوقت ده بتكون ليفيا عند هازل وبتحكي لها اللي بيحصل معيهم فبتقولها هازل انها كانت شايفة انهم مجانين لانهم راحوا يسكنوا في حي كومبتن المعروف انه حي اصحاب البشرة البدو بس وبتعرفها انها حرقت بنتها عشان مش بتعرف تستخدم المكوى مش عشان اي شيء تاني وبتطلب منها تتكلم عن تشيستر عشان ده جوزء كبير من تعبها وعدم اتزانها طول الوقت فبتسألها ليفيا عن الناس اللي كانوا ساكنين قبلهم حصل فيهم ايه بما انهم كانوا من اصحاب البشرة الصمرة زيهم فبتحكي لها هازل انهم البومنت وبسبب سكان الحي فقدت الام ارنت صوابها وقتلت عاليتها كلها في البيت ودخلت بعدها مستشفى الامراض العقلية فبتتصدم ليفيا من اللي بتسمعه وبتمشي بسرعة من عند هازل وبتروح بعدها لمستشفى الامراض العقلية عشان تقابل ارنت وبتسألها ارنت وقتها كانت متجوزة وعندها ولاد لانها تقتلهم قريب فبتتصدم ليفيا ساعتها وبتكمل ارنت كلامها وبتقولها ان مامتها كانت دايما بتقول ان الابيط حياته دايما جميلة وما كانتش فاهمة اصداته للوقت ده لحد ما تنقلت لحياة كومبتن وفي يوم الايام وبدون ما تحس جابت سائل الطبيض عشان تبايت بشرة ابنها وجوزها وتخلي حياتهم جميلة زي ما كانت مامتها بتقول وساعتها تحرق وميته وبتقول ليفيا انها عملت كده بسبب الراجل صاحب الطائية فبتتصدم ليفيا اكتر ووقتها بتكون بيتي في البنك وبتكتشف ان كلارك جوزها صاحب كل الفلوس اللي في حسابها من غير ما يقولها لانه حساب مشترك وبتكون وقتها بيتي في قمة غضبها وفي المدرسة بتشوف روبي دوريس تاني وبتتكلم معيها وبتطلب منها تقدم معها الانضمام في فريق التشجيع فبتستغرب روبي ساعتها منها وبتسألها ليه ما عندهاش صاحب تانيين غيرها فبترد عليها دوريس وبتعرف انها بتحبها وحاس انها انسانة طيبة وبتتفق مع روبي انهم يتقابلوا في صالة التمرين بعد المدرسة اما جريسي فبتكون وقتها في الحضانة ولما بتيجي تطلع على الصبور عشان تقول النشيد الوطني بعد ما حفظته بيتحك عليها كل زميلها لانها مش عارفة تتكلم بسبب خوفها وده لانها شايفة كبيرة وقفة عند الشباك وببصلها فبتنهار ساعتها وبتعيط وبتوقع تقول جملة واحدة بس بس بتكرارها كتير ورا بعض وهي محبوس في الكيس وبيخلي زمالها في الوقت دها يخافوا جدا وبعدها بتروح ليفيا للحضانة عشان تاخد جريسي فبتحكي لها المدرسة اللي حصل وبتسألها عن معنى جملة محبوس في الكيس ولما بيرجع هنر للبيت بيلاقي الكل مش موجود وبيوعد وقتها يتفرج على التلفزيون ومتعصب ومتدايق بسبب اللي حصلوا وفصلوا من الشغل وبيضحك بشكل هستيري من غير ما يحس وساعتها بيتخيل جنبه الرجل الساخر اللي بيطلع في التلفزيون وبيطلب منه ان يروح ينتقم الشخص اللي دايقه فبيروح هنري بعدها البيت ستوريت وبيحاول ان يدخل البيت من غير ما حد يشوفه لكن ساعتها لما بيشوفه حد معدي بيهجم عليه هنري وبيضربه وفي الوقت ده بتروح روبي لصالة التمرين زي ما اتفقت معها دوريس وبتلاقي كل فريق التشجيع بيتمرن فبتتمرن روبي معهم وبترقص وبنكتشف ساعتها ان روبي شايفها ناس مش موجودين في الواقع وانها بترقص وبتتمرن لوحدها وفي الطريق بتحاول ليفيا تعرف من جريسي تقص ديب الجملة اللي قالتها في الحضانة لكن جريسي مش بترد عليها وساعتها بيعدي من جنبهم عيلة من اصحاب البشرة البيضة وبيقصوهم باستحقار وغضب كالعادة فبتقول جريسي المامتها انها عايز تمشي من المكان ده وفي نفس اللحظة دي بتخرج بيتي من بيتها وبتتريق على ليفيا وبتدايقها وبتوصفها انها زن جاية فبتروح لها ليفيا وبتضربها بالقلم ووقتها بتتصدم بيتي وبتنهر من اللي حصل وبتدخل بيتها وبتكسر كل حاجة حواليها وبتشيل ورق الحائط من على حيطها وبتبقى ساعتها منهرة جدا وبتتصل بعدها بجورج وبتطلب منه ويخدمها خدمة وبتروح له بعدها المزرعة بتاعته وبتطلب منه ويسعيدها انها تنتقم من ليفيا لانها عايز تقتلها وده بسبب انها ضربتها بالقلم فبيحذرها جورج اللي بتطلبه ده خطير جدا لكن بيتي بتكون مصرة فبيوافق جورج ان ويسعيدها وفي نفس الوقت ده بتكون ليفيا بتلم حاجاتها هي وعالتها من البيت وبتقول لجريس انها مصدقيها وعارفة ان فيرا بتظهر له بالدقيقة وبتطلب منها ما تخافش ولو بيتي دايقتها تاني هي او اي حد من سكان الحي تقول لها عشان تضربهم هما كمان وبعدها بتيجي هزي اللي بيت ليفيا وبتقعد معها وبيتكلموا سوا وبتخليها تمسك صورة تشستر ابنها وتبص فيها وبتقول لها انها لازم تقتنع ان تشستر في مكان احسن عند ربنا والمفروض ما تزعلش عشان ربنا رحموا من كل اللي بيحصل دلوقتي وفي الاسناء دي بيكون كلارك في البيت ومعها ايرلو مارتي وبيجي بعد ما بلغوه ان البيت متبهدل وبيتي مختفية وبيكونوا خايفين انها تكون مخطوفة وبيتهموا هنري وعيلته ان هما اللي عملوا كده وبعد ما بيمشي ايرلو مارتي بيقول سرجنت الكلارك ان بيتي ماشى من البيت بمزاجها وده لان محفظتها وشنطيتها مش موجودين ووقتها بتكون بيتي نايمة في بيت جورج ولما بتصحب بتلاقي جورج مع حبل فبتطلب مني ياخدها معي وراحي اقتلعالة هنري لانها عايزة تشوفهم بيتعذبه قدام عينيها لكن بنكتشف ساعتها ان جورج مخدر بيتي لانه مش مصدق انها اخيرا في بيته ومعاه وبيبقى نايمة وقتها قدقي جورج مهوز بيها وبيغم على بيتي في اللحظة دي بسبب المخدر وبيكون هنري قاعد في الكافية وبيعتخال تاني قدامه الراجل السخر من التلفزيون وبيقوله ساعتها انه لازم ما يخليش اي حد يعرفه وبيفكر في ايه وبيفضل يتكلم مع هنري كتير وبيتحكوا بصوت عالي جدا وساعتها كل اللي في الكافية بيبص على هنري باستغرب شديد وبيكمل الراجل السخر كلامه وبيقول هنري انه فاشل حتى في انه ياخد حقه من رئيسه في الشغل فبيقوله هنري انه عمل زي ما طلب منه وراح لبيت عشان يقتله لكنه ما كانش موجود في البيت فبيصخر منه الراجل الساخر وبيفكره انه دايما متأخر زي ما ساب الرجال يعتدوا على مراته في نورس كارولينا والستة العجوزة تقتل ابنه فبيتصدم هنري من كلامه وبيانهار بسبب اللي بيسمعه وفي الوقت ده بتتكلم هازل مع ليفيا وبتعرفها انهم لازم ينتقموا لاطفالهم اللي ماتوا وعاشوا خايفين بسبب اصحاب البشرة البيضة وانهم مش يسمحوا لهم ابدا انهم يقربوا منهم تاني وفجأة وهاز المسكة ايدين ليفيا بينزل منها دم وفي نفس الوقت ده بتيجي جريسي وبتستغرب من المامتها بتعمله وبيبان عليها انها مش شايفة حد تاني مع مامتها وفي نفس اللحظة دي بنشوف شكل هازل غريب ومرعب وشام وشوة وفي المدرسة بتكون روبي لسه هناك وشايفها دوريس قاعدة معها وبتحط لها ميكياج وبتسألها دوريس بتتمنى ايد الوقتي فبتقول لها روبي بدون تردد انها بتتمنى تغير لون بشرتها وتبقى جميلة ومثالية ومحدش يدايقها تاني او يتريق عليها فبتخليها دوريس ساعتها تغمض عينيها وبتطلب منها تفتح عينيها تاني وبتتفاجئ روبي وقتها بان ايديها لونها ابيض وعينها بقى لونها ازرق وفجأة بتلاقي دوريس اختفت وبتشوف اللحظة دي قدامها علبة بوية لونها ابيض فبتقرر انها تدين جسمها كله بيها عشان تبقى بيضة وبتخرج بها برا المدرسة وبيصلم ساعتها كل اللي بيشوفها وبعدها بتنزل ليفيا وجريس للقابه وبتسأل جريسة ماموتها بتكلم من فوق ومفيش حد في البيت وفجأة بتلاقي ماموتها جايبة الفاس وبتقرب منها وبتقول لها انها هتوديها لتشستر اخوها عشان اكيد وحشها وفي نفس الوقت ده بيكون الرجل صاحب الطقية واقف جنب فبتبعت جريسة ساعتها والفاس بيجي في السلم وبتحاول انها تهرب لكن ليفيا بتفوق في الوقت ده وبالطمن جريس انها رجعت لطبيعتها وساعتها بتوصل روبي للبيت وبتقول ماموتها انها مش طبيعية وبيحصل لها حاجات غريبة وفي نفس الوقت ده بيوقف سرجنت هنري وبيعرفوا اللي حصل في بيت بيتي وبيسألوا هيحس بيه لو كانت مراته المفقودة فبيدق هنري وقتها من كلامه خصوصا لما بيتاريق سرجنت على تخيولات فبيمسك هنري مسدسه وبيقتل بي سرجنت وبعدها بيرجع البيت وبيلايه في الحمام معروبي وبتنظفها من البوية اللي دهنت بيها نفسها وبيعتذر وقتها وولاده انه جابهم للمكان ده وبيطلعوا يركبوا عربيتهم عشان يمشوا من البيت لكن ساعتها بيكون مصممين يتخانقوا مع هنري لانهم مقتنعين انه هو امراته لخطفين بيتي وبيحاول كلارك انه يهديهم لانه مش عايز الموضوع يوصل للعنف وبيروحوا وبيهددوها بالمسدس وفي نفس اللحظة دي بيكون هنري لسه في البيت بيلم حكته وساعتها بيلاقي صندوق غريب على السرير ولما بيفتحه بيتصدم وبينهار لانه بيلاقي جثة ابنه في الصندوق وبيعايات بسوط عالي بيسمعه الكل وبيطلع من البيت وهشيل ابنه على اديه وبتتصدم ساعتها ان هنري عارف هي عملت ايه وبتقول وبعدها بنشوف ليفيا وفي مستشفى الامراض النفسية والعقلية وبيكون هنري وقتها قاعد مع الدكتورة وبيطلب منها تسمح له يشوف ليفيا لانه محتاج يتكلم معيها ويعرفها انه بيزعلان منها ومتفاهم ليه عملته لكن دكتور موينهان بتقوله انه مش ينفع يشوفها الان ده مش في صالح علاجها ولا في صالح بناتها انهم يشوفوها في الوضع ده فبيتعصب هنري من كلامها وبيتدايق وبعدها بتروح ليفيا لقودة ارنت وبتحكيلها اللي حصل معها وانها كانتها تقتل بنتها الصغيرة بالفاس لان الراجل صاحب الطائية كلمها وتحكم فيها والغريب انه عارف ايات دينية وفي نفس اللحظة دي بيجي الممرد بيرجس وبياخد ليفيا عشان يرجع لقودتها وساعتها بتترجى ليفيا بيرجس انه يوصل رسالة الجزء فبيقولانه لو كان مكانها كان فضل يسرخ بقى على صوت عشان عيلته وفي الوقت ده بنشوف جورجي وحبس بيتي عنده في المزرعة وبيهتم بيها بشكل مبالغ فيه وده بسبب حبه الشديد ليها لكن بيتي بتكون سكتة ومش بتتكلم ومصدومة من اللي جورجي بيعملوا فيها وبنكتشف ساعتها انه حبسها في قودة تحت ارض المزرعة عشان ما تعرفش تهرب منه ابدا وبعدها بشوية بيرجع جورجي البيتي تاني لكنهم حضر له عشان رومانسي وبتحاول بيتي انها تعمله كويس وكأنها مش متضايقة منه وبتتكلم معاه بخصوص موضوع حبسها وان الحبس مش ملائم لحبهم وهي مبسوطة معاه ومستعدة تكون زوجته وتعيش في بيته وجنبه معاه زي اي اتنين بيحبوا بعض وبتمثل انها اي ما تشيل الاكل ولكنها في اللحظة دي بتضربه بسكنة الاكل في رقابته فبيتصدم جورجي من اللي عملته فيه وبيسيبها وبيمشي وبيقفل عليها ووقتها بيكون مارتي بيرعي بهنري وبناته وبيشوفهم هماراجان البيت تاني وبيبان عليه وقتها الغضب وبيحاول هنري ساعتها يهدي بيهجم ايرل على هنري وبيضربه وبنعرف ساعتها انه كان مستخب في البيت ومستنيه يرجع وبيجي مارتي هو كمان وبيكون مسك روبي وجريسي وبيترجوهم هنري انهم يسيبوا البنتين لانهم مجرد اطفال لكن ايرل ومارتي بيهددوا هنري بروبي وجريسي عشان يتكلم ويقول مخب بيتي فين وبيحبسوا جريسي الوحدة في قوضة وبيحبسوا روبي في المطبخ وبيتكلم وقتها مع هنري وبيتهم ليفيا انها قتلت ابنها ودفنته في البيت لكن هنري ساعتها بينكر ده وبيقولوا ان البيض اللي زي هم هم اللي قتلوا ابنه وبعدها بيقرر مارتي انه يعزب هنري وبيقصله اصبع من صابع ايدي وبعدها بيجهز مارتي وقر لحبل المشناء عشان يشنق هنري وبيحاول جريسي وروبي يساعدوا باباهم لكن بيفشل وفي الوقت ده بتكون ليفيا قادة مع الدكتورة موينهان وبتطلب منها تسمح لها تشوف جوزها وبناتها فبتكذب عليها وبتقولها ان زوجها وبناتها مش عايزين يشوفوها فبتتسلم ليفيا من اللي هي بتقوله وبتقولها ان المستحيل هنري يقول كده وبالليل بتصحى ليفيا من انهم مغضوضة وبتلاقي نفسها مربوطة في السرير وبيدخل عليها ساعتها الممرض بيرجس اللي بيتحاول ساعتها للراجل صاحب الطائية فبتقوله هي منهارة انه يبعد عن عائلتها فبيرد عليها وبيقولها انه هيخليهم يقتلوا بعض ويخلي الدكتورة موينهان تاخد عقلها لكن ابنه ومراته ماتوا في حدثة وده حطاموا نفسان جدا وبقى بيصال كل يوم ويدعى ربنا ان يقولوا الحكمة من موت عائلته ويرد عليه ويجاوبوا ويفهموا ليه اخد منه ابنه ومراته لانه دلوقتي بقى بيكره اي حد عنده اسرة وبعدها في الطريق بيشوف طفل صغير بردان فبيحس ساعتها ان ربنا استجاب لدعواته وبعط له طفل تاني يهتم بيه ويربيه وبيقرر انه يسميه مايلز وفي يوم الايام بيشوف مايلز اتنين من اصحاب البشرة الصمرة وبيكون اسمهم جرافتون ومرثة وبيكونوا محتسين عشان العربية بتاعتهم اتكسرت وبيروح بعدها مايلز ينده للقصة ابس عشان يساعدهم وفعلا بيروح لهم ابس عشان يستقبلهم في البلدة بتاعتهم وبيطمنهم وبيقولهم ان البلدة دي غير اي مكان وكلهم هنا واحد وماشيين على تعليم وامر ربنا في الكتاب المقدس وبعدها بيكون الكل مدام اللي ابس عملوا عشان مش عايزين اصحاب البشرة الصمرة يكونوا وسطهم فبيعرفهم ابس ان هم هيصلحوا العربية بتاعتهم ويمشوا وبيكون ابس بيتناقش نقاش حد مع المزارعين عشان بيترياءوا عليه بسبب الجفاف وان ربنا ما الهموش يحفروا فين عشان يلاقوا مية والساعتها بيجي جرافتن وبيكون عايز يعرف العربية صلاحت ولا لسه لان الطريقه هو مارثة زوجته طويل قوي وفي الوقت ده بينصح المزارعين انهم يحفروا في مكان معين وهم هيلاقوا المية اللي في المكان ده وبتكون مارثة ساعتها بتخيط مع الستات فبيسألوها تعليمت الخياطة فين وبيتريعوا عليها بسبب لون بشرتها وان ازاي حسبة نفسها من الامريكان ولما بيعرفوا انها حامل بيسخروا من الطريقة اللي هتولد بيها لانهم مقتنعين انها عشان صمرة هتولد طفل مختلف بطريقة مختلفة وبعدها اهل البلدة بيكونوا متجمعين وبيتكلموا مع إبس هما مستغربين ان ازاي ربنا ما استجبش دعواتهم وما بيدوروا على المية ويجي شخص افريقي يلاقي المية بالصولة كده وبيشكوا ساعتها انه ساحر وعمل ساحر سويت وبالليل بيصلي إبس وبيدعى ربنا بخصوص جرافتن ومراته مارثة وانه مش عارف يتصرف معهم ازاي ومين الصح ومين الغلط وبعدها بنشوف جرافتن ومارثة هما بيعانوا من المعاملة السيئة وفي يوم بالليل بيشوف إبس مارثة وهي واقفة ومسكبتنها وشكلها غريب وتاني يوم الصبح بتتكلم مارثة مع إبس لكن وساعتها بيكون شايفها بشكل مرعب وغريب فبيقولها ان الرب منور بصرته وشايفها على حقيقتها لكن مارثة بتتهمه انه بيقول كده عشان خلاص مبقاش محتاجهم وانه ادخلهم البلدة عشان يساعدهم في شغلهم وجوزها يوصلهم للمية فبيتعصب عليها إبس وبيقولها انه وشاجد كمان ان مارثة مش جوزها يعني مفيش في ايديها اي دبلة ولما بيغلط فيها وبيشتمها بتضربوا مارثة بالألم فبيقرر وقتها كل اهل البلدة نوم يحبسوا مارثة وغرافتون وبيكون صعبان على اللي بيحصل لهم وبيروح يحرر مارثة وغرافتون بعدما الكل بيمشي لكن ساعتها بيقدر اهل البلدة نوم يمسكوهم وبيقرروا نوم يعقبوهم فبيتتكلم في الوقت ده واحدة من اهل البلدة وبتحذر الكل ان في كتابهم المقدس مكتوب ان اي شخص هيئذي غريب لجأله وطلب مساعدته هيتلعنته لعمره لكن بيقرر يقيم الحد عليهم بسبب سرقتهم وما بيهربوا لحصان من الحصانة بتاعتهم وبيكون الاقاب هو انهم يجيبوا حديدة سخنة ويدخلوها في عينهم لحد ما يتعيموا وبتنهر وقتها مارثة وبتدي على هو كل اهل البلدة وبتلعنهم ولما بيحرق هو اهل البلدة فجأة كل البلدة وبتتحرق وبتمسك النار في الكل وبتعذبهم وفي الوقت ده بياخد للقبل وساعتها بيكتشف ان مش طفل صغير وانه شيطانه وتحكم فيه لخدمة اهدافه وبيعرفه انه لو مش عايز يموت دلوقتي هيسيبه يعيش لكن بشرط انه يقتل ويعذب الناس ويخليهم يعانوا بشدة وقصات ده هيرتحوه وما يتعذبش ابدا ولكن لو ما عملش كده روحه هتتعذب كل ثانية فبيوافق على اتفاق بدون تفكير وبنرجع للوقت الحاضر وبتكون بيتي وقتها بتحاول تلاقي طريقة تخرج بها من المكان اللي محبوسة فيه وبتتصدم ساعتها لما بتكتشف ان الباب مش مقفول وبتخرج بسرعة وبتجري عشان تهرب قبل ما جورجي يشوفها لكن في نفس اللحظة دي بيقتل جورجي بيتي وهي بتهرب وفي الوقت ده في المستشفى بيحاول الممرد بيرجس انه يخدر ليفيا عشان ياخدوها لغرفة العمليات لكن ساعتها بتتشجع ليفيا وبتهجي مع ليفيا وهي خارجة من المستشفى بتلاقي موظف الامن من اصحاب البشرة الصمرة زيها فبيسيبها تخرج وتهرب وما بيتكلمش وساعتها بتهجم روبي بالمجرفة اللي في القبو على ايرل وبتموته فبيخاف مارتي وبيهرب لكن بيطلع هنري وراب المسدس وبيضربوا بيه وبيعزبوا وبيكون في نفس اللحظة دي كل اهالي البلدة بيتفرجوا علي بيحصل وبتكون مرات مارتي مرعوبة عليها وبتهدد هنري انها تتصل بالشرطة وبتشتمو بتقولو نوزنجي فبيظهر في الوقت ده الرجل السخر تاني وبيضحك على هنري عشان ضعيف ويساب مرات مارتي تينو وساعتها بتطلب روبي من جريسي تفضل قعدة في البيت ومتخرجش منه فبتقولها جريس انها خايفة من نيفيرا تظهر لها فبتعرفها روبي ان نيفيرا شخصية خائلية في دماغها وبس وبيتسيب بعدها روبي جريسي وبتروح لباباها لكنها فجأة بتسمع صوت مرعب بينده عليها فبتخاف جدا وبتقولها انها قتلت وتنظفه ودلوقتي هتنظفها يا كمان وفجأة بتتحول دورس لليفيا وبتجم على روبي عشان تقتلها وفي الاسناء دي بتسمع جريسي فيرا بتندي عليها من الدولاب ولما بتقرب من الدولاب فجأة حد بيصحبها وبتختفي ولما بيدخل هنري البيت بيلايه نفسه في المسرح وبيشوف وقتها عرض لرجل الساخر وفجأة بيسمعها هنري وبيكلمه فبيتعصب عليه وبيسأله فن روبي وجريسي فبيشاور لهنري على كراس المسرح وبيتصلم هنري ساعتها لما بيشوف نفسه وقعد مع بناته الاثنين وبيحضروا لعرضهم موسطين وبيتحكوا وبينهر وقتها هنري لان ده نفس اليوم اللي ساف في ليفيا في البيت ومات ابنهم تشستر وبيستمر الرجل الساخر في توجيه هنري ناحية الانتقام من سكان الحي وقتلهم كلهم وفي الوقت ده بيكون مارتي بيتخانق مع كلارك عشان مش عايز يشارك في اي جريمة ضد هنري وقيلته فبيهدده مارتي وبيفضل يين فيه وبيفقد كلارك عصابه وبيضربه وبيفضل يدوس على رجليه الحد ما بيكسرهاوله وبيروح يركب عربيته وبيمشي وفي نفس اللحظة دي بتوصل ليفيا لبيتها لكن كل اهل الحي لما بيشوفها بيتخانق معيها وبيوصفها هي وعلتها بالحيوانات وبيطلب منها الكل انها تمشي من الحي حالا فبتنهار ساعتها ليفيا وبتسرخ وده بيخلي الكل يخاف ويسكت واول ما بتدخل ليفيا بيتها بتسمع صوت جريسي جاي من الدولاب فبتمشي ورا صوتها لحد ما بتوصلها وبتشوف فيرا ويا بتعذبها فبتدخل ليفيا معها في صراع عنيف وقتها بترجع جريسي قضيتها وبتاخد من تحت السرير بتاع الدفتر اللي كانت بترسم فيه وبتبص على صورة فيرا اللي هي رسميها وبتقرر انها تقطعها وفي نفس اللحظة دي بتتقسم فيرا نصين وبتختفي وبترجع ليفيا للبيت تاني وبتحضن جريسي وبتطمنها وبعدها بتشوف روبي ويا في الحمام ومسك ازاز متكسر وبتقطع بوشها وبتحاول انها تخليها توقف لها بتعمله لكن روبي بتكون خايفة منها فبتقولها ليفيا انها مستحيل تقز اي حد فيهم وساعتها بترمي روبي الازازة من ايديها وبتحضن مامتها ويا خايفة وبتعايت وبعدها بتلاقي ليفيا هنري بيعايته منهار وفي مكان تاني بعيد عن الواقع فبتفوأوا ليفيا من الحالة اللي هو فيها وبيفرح هنري وبيتطمن لما بيلاقي ليفيا معاه واول ما بيظهر الرجل الساخر تاني بيضربه بالنار وبيعرفه ان المستحيل يكون زيه في يوم الايام وبعدها بيكتشف هنري وليفيا انجنينة بيتهم بتتحارق وبيحاولوا يحطوا خطة للهروب من البيت لكن في الوقت ده بتنزل ليفيا للقبو وبتقول لي هنري لسه الموضوع مخلصش وبعدها بتشوف ليفيا القص ايبس وبيكون معاه ابنها تشستر فبتفرح جدا لما بتشوفه وبتشيله وبتحضنه وهي بتعيط فبيعرف ابس انها لو ثابت العلم بتاعها وعشت مع ابنها هتعيش بدون معاناة او قلم ولكن في نفس الوقت ده بتواجه ليفيا ابس بمضيه وانه بيوجعها وبيخليها تعاني عشان ما يحسش بواجعه وبتقوله انه شايفاه ومش خايفة منه وفجأة بيخاف ابسه وبينهار وبيحاول يستنجد بمايلز لكنه بيتخلى عنه وبيتحرق ابس ساعتها وبعدها بيخرج هنري وعيلته من البيت وبيكون ساعتها كل سكان الحية قدام بيتهم فبيبصلهم بكل جرأ او التحدي وما بيكونوش خايفين ولا متوترين زي الاول الفيديو ده كتبته قلق غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكارتون سلام